استقبل سمو الشيخ خالد بن حمد آل خليفة النائب الأول لرئيس المجلس الأعلى للشباب والرياضة رئيس الهيئة العمل الرياضة رئيس اللجنة الأولمبية البحرينية في قصر الوادي اليوم السيد إسحاق عبد الله إسحاق رئيس اللجنة التنفيذية للإعداد لتنظيم دورة الألعاب المدرسية 2024 وأعضاء اللجنة واطلع سموه على مستجدات الاستعدادات لدورة الألعاب المدرسية التي تقام تحت الرعاية السامية لجلالة ملك البلاد المعظم وخطة العمل التي تطلع بها اللجنة التنفيذية للإعداد لتنظيم دورة الألعاب المدرسية 2024 والتي تم إعادة تشكيلها بمجب قرار سموه وأكد سموه على الدور الكبير الذي يقع على عاتق اللجنة التنفيذية لتنظيم الدورة بالتعاون مع كل الجهات المعنية مشيرا إلى الدافع الكبير للنجاح الذي يشكله الاهتمام والدعم من المقام السامي لجلالة الملك المعظم والمتابعة من سموه للعهد رئيسي مجلس الوزراء وجهود سمو الشيخ ناصر بن حمد الخليفة في تطوير القطاع الرياضي وقال سموه أن العمل على نجاح الجهود التنظيمية لدورة الألعاب المدرسية هدف يعود بمردود كبير على مختلف الأصعدة إذ يعد هذا الحدث من حيث عدد المشاركين في مملكة البحرين إضافة نوعية في رصيد البحرين في استضافة الفعاليات الرياضية العالمية وما يصب في تعزيز موقع مملكة البحرين كوجهة للسياحة الرياضية ويبرز مقاوماتها المتعددة في هذا المجال